أكد معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية أنه ليس هناك أحد فوق القانون فالقانون يجب أن يطبق على الجميع بشكل سليم والقانون ومواد الدستور تكفل للمواطنين الحق في التعبير عن رأيهم والتظاهر وفق الضوابط المقررة ودون المساس بالمصلحة العامة للدولة وأمن المواطنين جاء ذلك خلال اجتماعي معالي وزير الخارجية اليوم بديوان عام الوزارة مع أصحاب السعاد السفراء المعتمدين لدى المملكة حيث أوضح معالي وزير الخارجية خلال اجتماعه بالسفراء العرب والأجانب أن ما جرى يوم الجمعة من مخالفات في المسيرة غير المرخصة لجمعية الوفاق في قلب العاصمة المنامة هذا وقد أحالت وزارة الداخلية هذه المخالفات إلى النيابة العامة وبين معالي وزير الخارجية على توافق المواقف الحكومية والمواقف الشعبية ضد ما تقوم به جمعية الوفاق من مظاهر العبث التي تتسبب في تعطيل مصالح المواطنين وزعزعة أمنهم وترويعهم وتشل أوصال الحراك الحيوي والاقتصادي في مناطق المملكة مستشهدا بذلك على عدد من البيانات التي صدرت عن مجلس النواب ووزارة الداخلية ووزارة العدل وغرفة تجارة وصناعة البحرين ودعم علي الوزير بعدم القبول في استغلال بعض الأطراف السياسية للأحداث في التأثير على علاقات مملكة البحرين مع بعض دول الجوار والتي نحترمها طالما التزمت بمبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في شئوننا الداخلية وأكد معاليه أن مملكة البحرين تصر على المضي قدما في انتهاج مبدأ الحوار الذي طالما انتهجته المملكة لتقريب وجهات النظر والوصول إلى الحلول التي تدفع بعجلة التقدم والإصلاح في المملكة ونوها معالي وزير الخارجية إلى أهمية الممارسة الديمقراطية كضمان للحقوق وفي نفس الوقت فإنه من الضروري حماية الديمقراطية مما يلتفون حولها ويستغلونها عبر التحريض والتخريب والإرهاب على حساب حقوق الأفراد ومصلحة المجتمع وحق الدولة في حماية الديمقراطية